حياكم الله مشاهدين الكرام في بث مباشر جديد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية حدثا تاريخيا يتمثل في محاكمة دونالد ترامب الذي أصبح أول رئيس يواجه اتهاما جنائيا في تاريخ أمريكا لماذا قررت المحكمة إخلاء دونالد ترامب وما السر وراء استدعاء ممثلة أفلام البالغين كل هذا وأكثر نعرض تفاصيله في التقرير التالي من مباشر 24 غدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعة محكمة منهات بولاية نيويورك بعد أن تم الإفراج عنه على دمة القضايا الجنائية المتهم فيها وفي سابقة هي الأولى من نوعها خضع أول رئيس أمريكي للمحاكمة وهو الرئيس السابق دونالد ترامب والخامس والأربعين للولايات المتحدة بتهم جنائية أمام محكمة منهات بولاية نيويورك ووجهت المحكمة إليه أربعة وثلاثين اتهاما جنائيا وجهوا إليه مدعي عام منهات في نيويورك على خلفية قضية دفع أموال لممثلة أفلام البالغين ستورمي دونالد مقابل عدم الكشف عن إقامة علاقة معها إبان الانتخابات الرئاسية في 2016 وكذلك تزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء التهم الموجهة إليه ودفع ببراءته في كافة الاتهامات وأكد قائلا أنا غير مذنب وفي غضون ذلك قال ممثل الإدعاء أمام المحكمة إنهم يعتزمون أن تكون ممثلة أفلام البالغين ستورمي دانليز شاهدا في قضيتهم ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وفي التفاصيل عندما يمثل أشخاص متهمون جنائيا أول مرة أمام محاكم في الولايات المتحدة فإن عدة إجراءات روتينية يجرى القيام بها معهم وبموجب قانون ولاية نيويورك يتعين أخذ بصمات أي شخص وجه إليه التهام جنائي في حين يظل التقاط صورة للشخص الموقوف أمرا مرتبطا بتقدير هيئة إنفاذ القانون وتشمل تلك الإجراءات أخذ بصمات اليد إلى جانب التقاط صورة وتقييد اليدين بالأصفاد وهي أمور تثير لغطا في حالة الرئيس الجمهوري السابق ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب لن يلتقط صورة التوقيف المعتادة لسبب بسيط وهو أنه شخص معروف على نطاق واسع وليست ثمة حاجة إلى أخذ صورة جديدة له ويجرى التقاط صورة للشخص الذي يواجه اتهاما جنائيا تحسبا لاستخدام تلك الصورة في البحث عنه إذا لاذ بالفرار ولم تتمكن السلطات من إحضاره إلى المحكمة وفي حالة ترامب يبدو أن هذا الأمر غير وارد لأنه يتحرك أصلا تحت حماية عناصر الخدمة السرية وهي مؤسسة أمريكية وبالتالي فهو تحت أعين السلطات باستمرار في غضون ذلك كانت صحيفة الديلي ميل قد قالت أن ترامب لن يخضع للتقييد بالأصفاد عندما يمثل أمام المحكمة لأن الأمر ينطوي على رمزية كبيرة وعن ردود الفعل المتوقعة على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق فإن الحزب الجمهوري يرفض في الوقت الراهن لاتهمات بالفساد أو أي اتهمات أخرى تتعلق بترامب وقالت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين أن الرئيس ترامب هو الرجل الوحيد الذي يقف في طريق الديمقراطيين وهم يقاتلون من أجل استيلاء عدائي على أمريكا وفي المنح نفسه كتب عضو مجلس الشيوخ الجمهورية تيد كروز أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب من قبل المدعي اليساري هو استهزاء بسيادة القانون وعلى المستوى الشعبي فإن هناك احتمالات للتصعيد من جانب مؤيد ترامب وهو توجه يحاول الرئيس الأمريكي السابق تغذيته بشكل كبير من أجل حظ التعاطف الشعبي في الانتخابات المقبلة شكرا المشاهدين على حسن المتابعة كنت معكم إيمان بالله النجد دمتم في رعاية الله وأمنه